ماشى ده بالصوت والصور يا جمعان شوفوه هوا بس هاستاذ الحرية يا استاذ واقل هو ده مش في قروم اه ده فين؟ ده ده في النيل ده في النيل فرع الماريوطية والمنظر ده خارج من محطة المعالجة يعني دي المفروض انها مية صرف المعالجة لو وقفت حرية جنبها كده مططقش تشم ريحتها وخارجها من محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصنع ده عن نيل؟ ده عن نيل يا فهمد في القاهرة هنا؟ في الماريوطية الجيزة في الجيزة والمية اللي دخلها محطة المعالجة خدنا منها عينات وخدنا من الخارجة وده نتايجه ايه؟ ده حضرتك حسب تحاليل معامل وزارة الصحة في كارسة نفوق السمك في المنطقة دي في 2010 قالت ان كل المعدلات متجاوزة الحد المسموح بيه من الرصاص والمبيدات والمواد المستقلة ده يؤدي لنفوق السمك والبشر يعني امراض الكلة بالزبط كده وده الشق الثاني اللي كنت اقول حضرتك عليه التلوث التلوث اللي التلوث ده مصطلح مهزب اللي انا شايفه ده يعني جريمة لا يمكن ابنا التعامل يعني شايفين النيل بجماله في النهاية ده مشهد من المشادي طب المشهد ده كده يعني انتم صورتوه يعني اه، صورناه فيديو ولما راح للمسؤولين لا مع حضرتك لا حضرتك هي كانت قضية مرفوعة من اهالي ابو النمرس وتحقق فيها واخد رقم واستدعيت فيها انا كاحد ممثل الطب البطري وللأسف مع ده كان في 2010 والمنف فضل مفتوح وعملنا يعني تحليل بس اتقفل مع صورة ينايل اه بس المشاهد دي يعني ما زالت مستمرة اه طبعا طبعا لازلت حتى الان اه يا فن يعني مشهد ده لغاية دلوقتي ايو يا فن يعني مش عارفين قيمة النيل يعني اه ونقعد بس نتغنى بالنيل ومصر هوبة النيل اه واحنا بنعمل ده وامام اعين الجميع يعني ده اللي انتم تشوفوه ده يعني ليس سرا يعني لو في حد مهموم اه بالبلد مش هيعمل كده يعني موسيقى موسيقى